في الحقيقة النهاردة يوم مميز جدا في كل بيت مصري دايما يوم الجمعة بيكون اليوم اللي بتتكلم فيه الأسرة الأسرة بتتلم بتتجمع علشان تتقابل بعد أسبوع الكل مشغول في أعماله ومشاكله الخاصة لغاية لما بيجي نهاية الأسبوع الكل بيجي بيتجمع في بيت العيلة رغم التغيرات اللي حصلت في حياتنا لكن لمة الأسرة يوم الجمعة ما زالت عادة جميلة وما زالت عادة مهمة جدا في كل بيت مصري طبعا لمة البيت ولمة الأسرة يوم الجمعة في مصر زي ما قلت يا مصطفى فعلا عادة قديمة لكن اليوم ده بش بس بيكون أجازة أسبوعية أو يوم بس الناس بتقعد فيه دايوم بتتجمع فيه كل العيلة حوالين ترويسة الأكل سواء بقى كان في طار أو في غدا يتكلموا ويتحكوا مع بعض ويتطمنوا على بعض ويرجعوا تاني يقربوا من بعض ويشوفوا ويقدروا يتكلموا في إيه دي حاجة بتتورسها الدنيا كلها عندنا في مصر أجيال وراء أجيال مصطفى أنتوا متعودين كنتوا تتلموا حوالين صفرة فطار ولا صفرة غدا لا الغدا طبعا الفطار كانت بيبقى قبل يوم قبل صلاة الجمعة أو بعد صلاة الجمعة على حسب بها فيه أسر تفطر فطار الجمعة المتين قبل صلاة الجمعة علشان بيبقى فيه معايد للأسرة موحد ليتغدوا بدل وده طبعا بناءا على إيه الغدا حيتأخر ولا حيبقى بدل ما هي بتبقى عادة بقى كل أسرة بتبقى عاملة حسابها إحنا متعودين على الفطار البدري والغدى البدري بس بلاقي ناس كتير جدا من أصدقائنا ومن المحطين باقي يفطروا بعد الصلاة فمش عارفوا بقى بيتغدى معا على حسب بقى أنت يعني أنت مثلا لو عازم ناس فهيتأخروا شوية أو لو أنت حتتغدى بدري بس خلينا نقول أن العادات اللي دخلت على مجتمعنا يمكن غيرت الخريطة دي كلها يعني الوضع خلينا بقوا يعودوا بمسكين موبايلاتهم حتى لو هم قاعدين مع بعض الوضع اختلف يمكن زمان كان كل حاجة مقدسة كل الناس بتسيب شغلها واهتماماتها وتتجمع في بيت العيلة الكبير اليوم بيبدأ بصلاة الجمعة وبعد كده الغدا اللي غالبا بيكون أكل مصري أصيل وخلال الأنشطة دي الكبار والصغيرين بيقدروا يعني يعودوا مع بعض يتكلموا ويحكوا حكايات كان التواصل وقتها مباشر كان التواصل حميمي وكان التواصل قوي وكانت الأجيال بتنقل كل خبراتها جيل بعد جيل لكن للأسف الشديد النهاردة الأجيال بتاخد خبراتها من التيك توك ومن اليوتيوب ومن الفيسبوك بص أنا مش عايزة بقى ذقة قديمة وأقول الكلام ده مقبول جدا أنه مدام الأجهزة الإلكترونية ما كانتش موجودة قبل كده وكانت بتشتتش الناس قبل كده وكانت كل مركز في القعدة دلوقتي احنا أعتقد أن احنا متاح جدا أن احنا نبقى قريبين من ولادنا ومن أخواتنا الصغيرين وأن احنا نبقى بنشاركهم الاهتمام مقبول جدا أن احنا نقعد نتكلم عن الحاجات اللي موجودة على التيكتاك ونتكلم عن الحاجات اللي موجودة والترنز ونتناقش فيها ونفهمهم أو مش نفهمهم عشان لو خدناها بشكل أن احنا بنيدي بقى دروس الولايات هتفصل مننا وحتبعد منها لكن لو تكلمنا في الترنز اللي موجودة بشكل حقيقي بس بلغة قريبة منهم وبنبقى محسسينهم أن احنا مشاركينهم اهتماماتهم أحسن بكتير من نبقى احنا قاعدين نتكلم بقى زي ما كانوا الكبار قوي دايما يتكلموا أعتقد أن ده أفضل يعني أعتقد أن كمان ما ننساش أن احنا بسبب ظروف شغلنا وبسبب ظروف الحياة ما بقاش الكل عارف يلتزم زي زمان اللي عنده تمارين واللي عنده شغل واللي عنده في البيت تاسك لازم يخلصه وعنده دادلاين لازم يعمله التواصل يمكن بقى أقل بسبب انشغال الناس بالأجهزة الإلكترونية بس لسه في ناس بتحاول أنها تحافظ على الجو العائلي يمكن التواصل الشخصي هو اللي كان الأساس قبل كده لكن دلوقتي التكنولوجيا بقت جزء كبير من حياتنا وأعتقد أن ده مقبول المهم أن احنا نتواصل إلكترونيا نتواصل شخصيا بس نبقى متواصلين وماغوديين في حيات بقى صباحكم زي الفل إن شاء الله تكون كل الناس قاعدة النهار ده متجمعة مع أسارها سواء على أفطار أو على غدا بنا يجمعنا دايما على خير صباح الخير يا مصر